حول هذا الموضوع معنا في ستيديو مركز الأخبار سعادة النائب جمال داود عضو مجلس النواب أهلا بك سعادة النائب في ستيديو مركز الأخبار أهلا بك طبعا إيران لم تستغل هذه الأزمة فقط ولا أنها قامت بإشعال فتيل هذه الأزمة أيضا وذلك من منطلق مطامعها القديمة بأن تبحث عن دولها في منطقة الخليج العربي لتستغل هذه الأزمة وتنمي مطامعها أكثر وأكثر نتحدث عن هذا الموضوع أولا نعتقد في المقام الأول لابد أن نشيد بحكمة قيادة البحرين التي فعلا تعاملت مع هذا الموضوع بحكمة كبيرة جدا لم تثرها الإثارة التي تصنعتها قطر مع كل أسف إيران بطبيعة الحال هي العدو الأول لنا اليوم أصبحت عداءات واعتداءات إيران وتدخلاتها في الشؤون الداخلية وميليشياتها وجميع العصابات الإيرانية التي مارست جميع العمال الإرهابية على أرض البحرين سواء بالداخل أو بالخارج ومن المستقرب أن اليوم كيف ننظر إلى دولة شقيقة ولنا علاقات أسرية وخوية وعلاقات جوار كبيرة جدا ضمن منظومة مجلس التعاون مثل قطر منها ترمي بنفسها في أحضان إيران ومن الأخبار التي ترد إلينا مع الأسف بحد الآن نتابع هذه مصادرها بأن قطر وإيران الآن بصدد توقيع اتفاقية لإنشاء قاعدة عسكرية إيرانية في قطر مع ذو المدلول الذي ممكن أن نصل إلى غير أن إيران استطاعت من خلال هذه الأزمة التي خلقتها ووجدتها وصنعتها قطر أن تدخل من خلال هذا الجيب قطر من أن تمارس جميع أشكال الأعمال الإرهابية على البحرين ودول المنطقة خاصة البحرين والملكة السعودية الشقيقة لأنها هدفنا أو هدف إيران الأول هي أرض البحرين بشكل أساسي وهذه التجارب التي عشتناها منذ 30 سنة وأكثر من 30 سنة فاليوم نحن مع الأسف نقول لقطر عليها أن تعود إلى رشدها لأن الآن إذا قطعت نفسها أو قطعت نفسها كجزء من منظوبة مجلس التعاون فهي قد وضعت نفسها في صف إيران كدولة منعزلة معزولة عن العالم دولة تمول الإرهاب وتشجع لها وتدعم الإرهاب وهذا نحن نطالب به المجتمع الدولي ككل بأن يمارس دوره الحقيقي في مكافحة الإرهاب الدولي أينما كان ومن أينما يأتي نعم ذكرت سعادة النائب بأن قطر وإيران هناك تعاون بين قطر وإيران في الجانب العسكري وهذا بالطبع منذ فترة خاصة وأن قطر قد عقدت صفقة بتدريب الجيش القطري في أحضان الحرس الثوري هناك أيضا مصالح اقتصادية بين الدولتين ولكن السؤال هنا والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم هذا التعاون مستمر إلى متى سوف يستمر هذا التعاون إلى متى سوف تستغل إيران قطر في تنفيذ مطامعها أولا على قطر هي أن تبين حقيقة الموضوع الملف فيه أعتقد فيه الآن عند الطاولة القطرية كما نسمى المسألة ليست إيران أن نعرف نواياها ونعرف خطواتها ونعرف كيف تعمل ونعرف ميليشياتها التي دمرت العراق ودمرت سوريا ودمرت اليمن والآن هي تحاول أن تحاصر منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية لاستمرار أعمالها الأرهابية التدميرية في منطقة الخليج ككل هذا أمر معروف من قبل إيران ولكن نحن الآن نتكلم عن قطر ماذا تريد قطر؟ وإلى أين ستواصل هذا الطريق المنحرف الذي سلكته؟ نحن نقول لقطر انتبهي فأنت تسليم في طريق مظلم ستدمر قطر والشعب قطر ولا نرضى على شعب قطر لأن شعب قطر هو جزء من شعب البحرين وجزء من شعب بدلست التعاون لنا أسر متداخلة لنا أقاربنا ولنا أسرنا ولنا أهالينا ولنا أخوتنا فيه على أرض قطر فالقيادة في قطر عليها أن تنتبه لهذه المسألة لن نقبل أن يمس شعب القطري بأي سوء في نفس الوقت لن نقبل أن تواصل القيادة القطرية في انحرافها لدعم وتمويل الجهات الأرهابية سواء كانت من إيران أو غير إيران وخاصة نحن نعلم الآن بأن الميليشيات الإيرانية بدأت بالتدفق على قطر من أجل أنها تمارس توجيه السهم الناري من أرض قطر إلى أرض البحرين هذه مسألة لن تقبل ون يقبل فيها ولكن سيدة تلاب ألا تخشى قطر بأن تتحول هي الأخرى كسوريا كالعراق من جراء تدخل إيران السافر في الأراضي العراقية في الأراضي السورية ألا تخشى قطر على نفسها من هذا التشتت؟ ولذلك هذا ما قدمناه بأننا فعلا نحترم حكمة قيادتنا بالنظر إلى شعب قطر والخوف على شعب قطر من أن يصبح كصورة من العراق والسوريا واليمن لأن دخول إيران وأهداف إيران والوثاق الفارسية بشكل عام جميعها هي أساسها أن تدمر جميع الأراضي العربية لأن لديها أهداف أخرى هي في وثائقها موجودة وفي مطبوعاتها التي قرأناها ومرت علينا سواء كانت مقروعة أو مسموعة أو مرئية وحتى ألكترونية جميع مطبوعات تؤكد بأن أهدافها هو تدمير هذه المطبعة دمارا كامل لعادة بنائها وفقا لمرئياتها وفقا لأفكارها المنحرفة الطائفية التي أصلا تقوم على أساس الإرهاب والتدمير ولذلك نحن نخشى على قطر من أن تمر بهذا السياق ومع الأسف بأننا نتلمس الآن الخطوات الأولى في هذا الإجاء على أرض قطر ونخشى على شعب قطر يعني أصبح المشهد أكثر وضوحا اليوم اليوم المشهد أكثر وضوحا فعلا لأن عندما ترمي القيادة القطرية نفسها في أحضان إيران فقد وقعت وبصمت على تدمير نفسها بنفسها دون تدخل من أي أطاف أخرى ونحن نسعى إلى مساعدتهم والحكمة تقتضي بأن نقف مع الشعب القطري ونساعده من أجل أن يحمي نفسه قبل أن يتم تدميره من قبل قيادته والميليشيات الإيرانية التي بدأت اليوم التحرك على أراضي قطر نعم سعادة النائب جمال داود عضو مجلس النواب شكرا جزيلا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك